حيوانات في أقفاص بمنتزه البوسكو في بنغازي ليبية تمثل وجهاً آخر لمعاناة الليبيين وانعكاساً لمرحلة طويلة من عدم الاستقرار الحديقة التي كانت تعجب الحيوانات باتت أقفاصها فارغة فيما عدا عدد محدود من الحيوانات الصامدة آخر دفعة استلمناها من الحيوانات المفترسة من منتزهات طرابلس كانت في 2003 ونزلنا الحمد لله مازالت جاعدة عندنا اللي هي زي الدب وزي الفيل متواجدات لحد الآن هذين فعل خدماتنا نحن الطبية والرعاية البيطرية اللي هنا جاعدات متواجدات ومواصلات يعني صاح أنا قلت لك يواجه في حالة صحية لكن مره مش حالة صحية تعبانة بك ورغم سعي العاملين في الحديقة لرعاية الحيوانات إلا أن توقف إمدادها بالحيوانات منذ عام 2003 تسبب في تقلص أعدادها إلا نفقت نتيجة عدم تجديد نتيجة للظروف معينة عدم التواصل مع مثلاً الحديقة الحيوانات المختصة نحن الحقيقة كنا نتعامل مع حدايا حديقة الحيوانات في طرابلس لكن نتيجة للظروف اللي مرت فيها البلاد فما كانش فيه تواصل لأنه يتم نقل عن طريق البر وعن طريق اللي بينما خيم الإهمال على جوانب المنتزة وخاصة على الألعاب التي لم يتم تطويرها وصيانتها خلال السنوات الماضية للتصبح خارج لطاق الخدمة الألعاب اللي تم جارب المنتزة بانغازي سنة 1984 هذه تعتبر ألعاب موصلة المرحل هذه الألعاب مستهلكة صلاحيتها منتهية وحتى تشغيل يسبب أضرار للمواطنين والأطفال لأنها صارت حادثها في المنتزة لكن الحمد لله كان العواقب سليمة ومع استقرار الأوضاع في ليبيا مؤخرا بدأت عمليات الصيانة والتواصل مع حدائق الحيوان الأخرى لجلب حيوانات جديدة مما يفتح باب الأمل لعودة المنتزة إلى سابق عهده عودة مرة أخرى إلى بنغازي لإلقاء الضوء على المشاكل التي تعاني منها المتنزهات وتحديدا حديقة الحيوانات الرئيسية في بنغازي ينضب علينا مدير عام جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بنغازي مهندس فرج العاقوري سيد فرج ما هي السبل الكفيلة لتطوير وإعادة إحياء هذه الحديقة واستخدام حيوانات جديدة برأيك سيد فرج هل تسمعني؟ شكرا لك على هذه نسمع إن شاء الله أيها أنا حقيقة نشكر إذا عدتكم الموقرة على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح النبذة أو عن أهمية منتزه بنغازي وهو أحد مرافق جهاز تشغيل واستثمار حدائق منتزهات بنغازي طبعا الحقيقة الآن المنتزه هو فاتع أبوابه ويستقبل في الزوار بحسب الإمكانيات المتاحة الحيوانات الموجودة لدينا نحن مهتمين بها من حيث التغذية ومن حيث الظروف الرعاية الصحية ولماكن الإيواء لكن منتزه بنغازي يعني هو مكان عبارة عن عرض للحيوانات ليس مكان للتكاثر أو التزاوج للحيوانات فيعني يتم عرض الحيوانات لفترة مؤقتة ثم يتم استبدالها لكن نتيجته بعض الظروف التي مرت بالبلاد وإن شاء الله نحن نكون ماشيين للأحسن أن يعني معاش عندنا تواصل بعض الحديق اللي كان فيه بيننا وبيننا نتواصل لكن إن شاء الله سيكون فيه تنسيق لأيام الجاية في حديقة الحيوانات بالعاصمة بترابلس إن شاء الله سنتواصلوا معهم بشي وفرونا الحيوانات ووفرونا الحاجات نحاول أن نحن بقدر الإمكان أن نجلب عديد من الحيوانات خصوص الحيوانات العاشبة وبعض الحيوانات المفترسة والمنتزة طبعا شنو هو مساحة خمسين هكتار يحتبر متنفس لمدينة منغازي وجميع المدن والمناطق المحيطة بالمدينة عندها خصوصية وهو معلم من معالم منغازي تم إنشاءه سنة ألف وتسعمائة وخمسين والآن تم تطويره في سنة ألف وتسعمائة واربعة وثمانين حيث تم تركيب الألعاب وإنشاء بحيرات صناعية وإعادة تأهيل الحظائر الحيوانات بعض الحيوانات عندنا حيوانات موجودة مسنة مثلا زي الحيوان الفيلة هذه يعني عمرها ما يقارب عن خمسة واربعين عام الآن هي موجودة في منتزة بنغازي يعني تم جاربها في سنة ألف وتسعمائة واربعة وثمانين في ذلك الوقت أو الدبقى عمرها أربعة وثلاثين سنة وبعض الحيوانات طبعا صار في النفوق نتيجة العامل للسن يعني مش نتيجة أهمال حقيقة نحن لدينا طاقم أو قفق قسم البيترة حقيقة أنا أحيي العاملين بهذا القسم لما رأيتهم فيه لهم من تفاني واهتمام وحبا للمهنة متاحهم وحرصهم على رعاية هذه الحيوانات حسب الإمكانيات المتاحة طيب بالنسبة للإمكانيات المتاحة وأنت ذكرت هذا الأمر سيد فرج هل طبيعة الدعم التي تتلقوها أنتم لمثل هذه الحدائق يقتصر فقط على الحكومة الليبية أم أن هناك منظمات دولية أو ربما منظمات محلية تقوم بدعمكم لتطوير هذه الحديقة والله نحن حقيقة هو نحن الآن في إمكانياتنا المتاحة وإمكانيات المتاحة لدينا حسب موارد منتاع الجهاز ودعم الحقيقة المجلس التسييري لبلدية بنغازي الذي يحييون في هذا الصباح حقيقة المجلس داعم قوي لنا ولاه وقفة قوية بجانب الجهاز من أجل إعادة تأهيله من جديد ولكن نحن الحمد لله الآن نحن نقوم بالأعمال الزراعية وأعمال الري والنظافة وتغذية الحيوانات وتشغيل الألعاب الصغيرة الآمنة الألعاب الكبيرة هذه طبعا منتهت الصلاحية تم إيقافها حفاظا على حدوث أي أضرار للناس والأطفال وإن شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة عندما تستقر الأمور سيتم جلب ألعاب حديثة والألعاب جديدة للمنتزه ونحن نستقبله في زوارنا ومهتمين بحيواناتنا وزارتنا عدة منظمات الحقيقة ووكالات عنباء وصحف وطبعا فترة الماضية طبعا نشأتها كانت فيها طبعا شنو وسائل الإعلام أو على وصفحات تواصل الشميع إننا لدينا فيها مال إننا فيش اهتمام تغذية الحيوانات الحيوانات تموت الحيوانات حتى تم تصوير بعض الحيوانات يعني هذه نافقة من فترة يا سيدي الفاضل وهي غير موجودة أصلا عندنا في المنتزه ولم يتم مثلا جالب البديل نظرا لإنت عارف أن طبعا شنو المظهر إلينا يحتاج إلى استقرار ويحتاج إلى حتى الجهاز في فترة سابقة تعرض إلى عدم استقرار إداري يعني كل مرة مثلا يتم ضم الجهاز معينة وإننا عاد إلى وضح الطبيعي هو الآن جهاز مستقل بإداراته بالمواقع المتاع يعني نحن أيضا نحب نوضح أنه لدينا أكثر من مواقع تارفيه بخلاف منتزه بنغازي لكن كلها تحتاج إلى عادة تأهيل من حيث عملية سيانة المرافق والألعاب المعية اللي فيها عندنا حديقة اسمها حديقة الجلاء الإجلاء هذه طبعا تم تسميتها منتزه الإجلاء للعائلات الآن نحن بصدد صيانة العنارة وصيانة المسطحات والنظافة العامة وإن شاء الله في الفترة القادمة ستتم استقبال الزوار فيها نعم وهي متنفس أيضا وإن شاء الله نحن نتمنى من الله العلي القدير أن هذه الأمور تمشي للأحسن أشكرك سيد فرج طبعا شنو اللي صارم فيها فيها لا سيد فرج العقوري مهندس أو المهندس كنت معنا بمغازي شكرا لك على كل هذه المعلومات التي أوفيتنا بها سيد فرج العقوري مهندس أو المهندس 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 أو المهند